بسم الله الرحمن الرحيم وسوف أضع لكم رابط هذا الشرح أسفل وصف الفيديو لمن يرغب بمشاهدته ولمن فاته مشاهدة هذا الشرح لكن يبدو أن بعض المستخدمين واجهوا مشكلة في استخدام مترجم جوجل على الجوال وأحد هذه المشاكل وهي عدم قدرتهم على ترجمة النصوص المكتوبة أو المصورة عند عدم موجود اتصال في الإنترنت وهذا ما وصلنا من بعض الإخوة على قناة التمييز ولذلك سوف أوضح لكم الآن كيفية استخدام مترجم الجوجل بالطريقة الصحيحة وحتى بدون وجود أي اتصال في الإنترنت فقط تابع معنا الشرح في البداية أخواني نقوم بتثبيت التطبيق على جهاز الأندروين وسأضع لكم رابط التطبيق أسفل وصف الفيديو وبعد الدخول إلى التطبيق نذهب إلى الثلاثة نفاط بالأعلى الإعدادات ونختار من هنا خيار الإعدادات ومن ثم نذهب إلى خيار إدارة اللغات في وضع عدم الاتصال والآن أخواني نبحث عن اللغة المطلوب تثبيتها على الجوال وذلك لاستخدامها أثناء عدم وجود اتصال في الإنترنت سأقوم بتثبيت اللغة العربية وأضغط هنا على السهم الصغير من أجل تثبيت هذه اللغة ومن هنا أضغط على خيار موافق وسوف يتم تثبيت هذه الحزمة الخاصة في اللغة العربية وبعد الانتهاء من تثبيت هذه اللغة على جهاز الأندرويد بإمكانك الآن استخدام الترجمة وحتى إن لم تكن متصل في الإنترنت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة